النهاردة يا جماعة بتحل ذكرى رحيل مش بس أسطورة كرة قدم احنا بنتكلم على في وجهة نظري انا بكلمك بقى يعني انا هنا فعلا مش هزار شايل من دماغي خلص ان انا رجل مشجع للزمالك او زمالك ايو انا بكلمك على رجل انا اشوفه انه أسطورة ادارة نوادي ومنشآت رياضية أسطورة لقب المايسترو ده لقب حقيقي عارف انت على رأي الجماعة في لبنان يقولك لابق عليه هو المايسترو فعلا لا يرحمه يا رب صالح سليم صالح سليم لاعب كرة قدم عظيم رئيس نادي أعظم وزي ما حادكم طبعا تتذكروا انه رحل في مثل هذا اليوم سنة 2002 بعد صراعه مع المرض 21 سنة عدت على ما حفظ اللقب طبعا على صالح سليم الا انه كلما ذكر اسم الرجل الكل يحترمه مهما كنت بتشجع اي نادي عند صالح سليم بتنسى بقى ايه انتمقتك الكروية تماما صالح سليم أسطورة صالح سليم مايسترو صالح سليم رجل محترم صالح سليم رجل منظم صالح سليم رجل حازم صالح سليم رجل الإنجازات في الملاعب 20 بطولة مع صالح سليم أرقام قياسية في أكبر عدد من الأهداف اللي بيحرزها لعب في مباراة واحدة في مباراة من المباريات كانت مع الإسماعيل يسجل سبع أهداف كانت سنة 58 من بين 8 أهداف حققهم الأهل يوقتها مع المنتخب الله يرحمه يا رب صالح سليم انضم للمنتخب سنة 1950 لعب 24 مباراة دولية وسجل خلالها خمس أهداف في الفن صالح سليم كان حاضرا وبقوة وشعبيته ومحبة الناس جماهير الكرة مش جماهير الأهل جماهير الكرة فمصر كانوا بيحبوه وبيحترموه وبيقدروه جدا وده أدى إلى أنه يعني تهافتت عليه شركات الإنتاج صناع السينما فشارك في مجموعة من الأفلام كان فيه منها لو تفتكر فيلم السبع بنات فيلم الشموع السوداء الشهير جدا مع ست نجات الصغيرة فيلم الباب المفتوح يعني ما أقولكش طبعا هو كان مدير الكرة في النادي الأهلي عضو مجلس الإدارة في النادي الأهلي رئيس للنادي الأهلي حتى وفاته سنة 2002 صالح سليم ده فعلا مش زار يدرس ترجمة نانسي قنقر